هنا على سفح جبل الإدوغ وعلى علوه 800 متر عن سطح البحر وبهذا المكان الساحر جمع نادي السيريد للمغامرات عشرات الطيارين المحترفين الممارسين لرياضة البارابونت على المستوى الوطني والعالمي في مبادرة هي الأولى من نوعها بالجسائر الحدث كان فرصة للمحترفين لممارسة هوايتهم وتحسن مهاراتهم في حين تمتع المبتدئون بأحاسيس المتعة والسكينة والحرية لأول مرة أول ملتقى لطيران شراعي هو ملتقى دولي قمنا بتنظيم هذه الملتقى بين طيارين فرنسيين وجزائريين جاءونا من مختلف الولايات تجمع نقدر نقول دولي لحضروا فيه طيارين فرنسيين من عدة نواودي في فرنسا وأكبر أغلب النواودي الجزائرية تنظيم هذا الحدث الفريد بالنواوه في الجزائر كان الهدف الأساسي منها هو لموش ملع الشاق هذه الرياضة من المحليين والأجانب للاحتكاك ببعضهم البعض وتبادل الخبرات وكذا التعريف بالمقاومات السياحية التي تسخر بها منطقة سرايد السياحية العذراء نهتفو بهذا الملتقى بأنو نوضع العلاقات ما بين مختلف الناوادي الجزائرية وكذلك الاستفادة من خبرة الفرنسيين في هذا المجال منطقة سرايد السياحية يعني بالمنطقة سياحية بالدرجة الأولى و هذا النوع من الرياضة يساهم كثير أيضا في تطوير السياحة في هذه المنطقة إذن هي نشاطات رياضية لشباب طموح أحب المغامرة فأبدع فيها عن طريق ناديه الفتي الذي تعدد التخصصاته وأنشطته الرياضية لا لشيء سوى التعريف بجوهرة الإدوغ السرايدي وما تخفيه من مقومات سياحية تمتع الزائر الراغب في الحرية والانطلاق